رغم أهمية قطاع الاتصالات ودوره في تطوير ونمو البلدان وضمان مواكبة المجتمعات لنظم التكنولوجيا الحديثة إلا أن الأمر في العراق مختلف للغاية فخدمات الاتصالات وحرية الوصول واستخدام الانترنت في البلاد هي الأضعف في المنطقة والأسوأ عالمياً وفقاً لمنظمة Freedom House الأمريكية حجم الفوضى في قطاع الاتصالات وأمكانية إفلات المسؤولين عن رداءة الخدمات كشفت عنه مجلة Capacity Media المعنية بالشؤون التقنية حيث أكدت قيام شركة زين العراق ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها الداخل العراق عقب أنباء بشأن حملة للكشف عن عملية تهريب سعة الانترنت وأسباب تردي جودة الاتصالات المجلة في تقرير لها بيانت أن شركة باعت نحو خمسة ألاف برج اتصال منتشر عبر العراق إلى شركة TACS الإماراتية بمقابل 180 مليون دولار مشيرة إلى أن القرار وفق بيان للشركة يحرر زين من مسؤولية تشغيل وإدامة وتطوير أبراج الاتصالات بدورها أقررت لجنة الاقتصاد والصناع النيابية تردي خدمات الاتصالات داخل العراق مقابل أسعار باهضة بالتزامن مع سمرار عمليات تهريب للسعات من قبل جهات متنفذة وصفها مسؤولنا بالمافيات مختصون رجحوا أن تكون رداءة خدمات الانترنت متعمدة ولا سيما مع نضوج الوعي المجتمعي واستخدامه للوسال التقنية الحديثة للتواصل ونقل وفضح فساد الأحزاب وانتهاكات الميليشيات فلطالما لجأت السلطات الحكومية إلى تعطيل شبكات الانترنت خلال التظاهرات المطالبة بإنهاء العملية السياسية الحالية كما هو الحال عام 2019 وما بعد ذلك والتي عندها ناشطون وسيلة تتيح لأجنحة الأحزاب المسلحة ارتكاب جرائمها بعيدا عن التوثيق